تقول صاحبة القصة اسمي واحد وعمري 25 قصتي بدأت لمن كان عمري 12 سنة ممكن اكون طفلة لكن كنت طفلة غير عن باقي الاطفال عشت طفولة غريبة امي وابوي منفصلين من اول ما انولت على الدنيا بسبب اختلاف التفكير بينهم امي عاشت ببيت جدتي وطبعا خوالي في البداية ما كانوا موافقين ان امي تسكن عن جدتي بس ما لهم حق يتكلمون الا ان جدتي اصلا عرضت رايهم هذه نبدأ بسيطة عن حياتي ندخل في القصة كبرت وعشت احلى حياة كلها سفر وطلعات وروحات وامي ما قصرت علي في شيء وخوالي الحمدلله تغيرت وجهة نظرهم وتقبل وضعي انا وامي ومن بين خوالي وعيالهم كان في ولد خالي الوحيد كان اكبر مني اسمه محمد كان اكبر مني باربع سنوات عوضني عن اني ما عندي لا اخوان ولا اخوات كنت انا وحيدة لكن وجوده كان ينسيني هذه الوحدة تعلقت فيه من لما انكن طفلة كبرت وانا ما زلت متعلقة فيه واهلنا كانوا يعرفون قديش انا ويا قريبين من بعض وكانوا موافقين وراضين لما كبرنا شوي ودخلنا سن المراهقة ما صرنا نجتمع مع بعض زي اول فمحمد بعد عني لما صار عمري 12 سنة تغير علي مرة صار يهتم بالالعاب وباصحابه صرت ما اشوفه حتى لما اجي بيتهم يكون نايم او حتى طالع مع اصحابه تعيشت مع الوضع لما صار عمري 16 سنة وقتها تعلكت فيها اكثر بدأت تتحرك مشاعري اتجاهها اكثر عارفة انه غلط لكن وقتها ما كنت عارفة شي كنت مراهقة واهلنا راضين بعلاقتنا ما حد كان معلمنا ان هذا الشي غلط هو لاحظ مشاعري اتجاهها بدأت تسالف معاه وهو ما كان يمنعني ابدا كان يسمعلي ويتصل على امي ويقنعها اني انام عندهم عشان نجلس ونلعب مع بعض ما انسى هذيك الايام علاقتنا كانت جدا بريئة كلها لعب وضحك كنت حبه انا لكن حاط في بالي اني مستحيل اعترف لاني ما اعرف مشاعر اتجاهي صار عمري 18 سنة هنا تغير علي تماما وصار يتجاهلني واذا تجمعنا اجتماعات عائلية كنت اكلموا ما يرد علي يطنش كلامي او يلعب بجواله اذا قام يصب القهوة ما يصب لي يسوي الاسكيب ويلا اللي بعدي انحرجت من تصرفاته معايا وصرت ما اكلمه ابدا العيلة كلهم استغربوا كيف كنا وكيف صرنا صارت احداث كثيرة في هذاك الوقت تحزنتني منه مرة لكن ما قدرت اكرها بالعكس كنت احبه وتعلقت فيه اكثر واكثر حاجة غريبة مرة لين ما جاء ذاك اليوم كان عندنا عزيمة مع اهلي كنا قاعدين وجالسيه رجون وهو كان جالس على جواله مو منتبه لهم جابوا طاري علاقتنا وبلحظة عم الصمت وعلى طول محمد قمم مكانه وطلع برا المجلس روحت على طول ولحكته ما اعرف ليش لحكته بس وقتها كنت كاتمى حزني من حركاته يلين ما خلاص كانت اول مرة اتناقش معاه من سنين سألت على طول ليش تكرهني انا سويت لك شي جلسنا نجادة البعيد عن اهلنا لا تنسان تشتركن في قناتي على اليوتيبرون وحسابي في التيكتوكرون أندرسكار تسعين تسعين نكمل وعرفت وقتها انها صد كرهني وتعرف على واحدة ثانية وحبها من مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ يقارنني فيها ويقول هي افضل منك وهي بعمري وانتي لسه صغيرة صدمت ان جرحت طب ليش قاعد يقارن اصلا ومن يومها وانا ما اطلع ولا يشوفني اذا جابيت جدتي وصح اني ما قدرت اكرهه لكني عشت بحزن الفترة طويلة بحت كلامه هذا جدي توفى وزاد الحزن والاكتئاب فيني ما حت كان فاهمني حتى امي تصارت عندي امراض وحالتي ادهورت بسبب التفكير الزايد صار عندي اراق وماني قادر انام صار عقلي ما يفكر الا بمحمد رغم اني اذا شفته اجاهل وهذا اذا طلعت هله وشافني كنت كل يوم اراقب حساباته وادعي ان يكون من نصيبي وصلت الحالة من التعب الشديد للأسف دخلت المستشفى وحالتي كانت خطرة جدا لدرجة اني خشيت بغيبوبة لمدة شهور ووقتها محمد اشتغل حس الدراما عنده بعد ما تركته حبيبته وعرف اني بالمستشفى صار كل يوم يجيني مع اني انا في غيبوبة ومو مسموح لا اصلا يدخل بس كان يجي ويسأل الممرضات عني ويتطمن علي لما نصحيت الحمد لله وضعي ما كان مستقر عرف محمد ان كل شي صار لي كان بسببه او هو الجزء الاكبر منه عرف كل شي من امي للامان انا ما كنت عارفة ايش يبغى مني خلاص يعني اهنتني وجرحتني والان تسأل امي عني صحيت لقاته عندي ويكلمني بس ما كنت ارد عليه وهو ما اعتذر حتى يعني بالعربي جاي عندي يسالف كأنه ما صار شي صار عمري عشرين سنة وتقدموا لي خطاب كثير وانا استخير وما ارتاح رغم ان طاب خاطري من محمد خلاص واني انا ما كنت ارفض عشانه الي ما جاها ذاك اليوم اللي تقدم لي في محمد في البداية ما وافقت ورففت لانه فعلا طاب خاطري منه وتخطيته امي قالت لي يا ابنت استخيري استخرت وارتحت وافقت ولما نوافقت اعتذر لي على كل شي سواه معايا وكل اللي جرحني فيه وقتها اعترف لي اني من لما دخلت الغيبوبة وعرف اني تعبت فهم مشاعر اتجاهي وكان يدعي كل يوم اني اقوم بالسلامة وما يفقدني ولما انصحيت كان يدعي كل يوم اني اقوم من نصيبة سبحان الله وقتها عرفت ليش انا ماني قادرة اوافق علي جوني يتقدمولي ربي عوضني عن سكوتي وصبري وانا ما صار بيننا علاقة من قبل بانا يجمعنا من نصيب بعض بعد كل ذي السنين صدقوني لو ربي يكاتب لكم شي رح يصير انتهت القصة الرأي الشخصي مبروك والله يتمم عليكم والحمد لله اللي اجتمعتم مع بعض مع كل هذه السنين اسماني قادرة اتكلم زي ناس لاني اتوقع سامعين صاتي كيف مزكمة وعندي مشاكل مع حرف الميم والباء وبس الهناك وصلنا نهاية فيديو اليوم اذا اعجبكم المقطع لا تنسوا ان تضغطونا على زر اللايك تشتركونا في القناة موقع تواصل حقتي تحات في الديسكريبشن كان معكم رون صلاة